أصبحت إيطاليا الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تحضر بيع وإنتاج واستراد اللحوم الاصطناعية أو المستنبتة أو المختبرية ويمكن الحصول على هذه اللحوم عبر أخذ خلايا جذعية من لحوم ماشية حية ويتم زرعتها ونموها في المختبر على مدار أسابيع المدافعون عن هذه التقنية يقولون أنه لا يلزم قتل الماشية لإنتاج كرة اللحم هذه وهذا أفضل للبيئة والمناخ يتجه العلماء في المستقبل القريب لإنتاج لحوم مصنعة بالكامل في المختبرات وذلك بهدف تخفيف الضغط على مزارع الأبقار والماشية إنه أول إجراء من هذا القبيل على المستوى الدولي إيطاليا هي الدولة الأولى التي تقول لا لما يسمى بالأغذية الاصطناعية واللحوم الاصطناعية وهي تفعل ذلك بموجب قانون رسمي نعتقد أن هذه نتيجة مهمة أردنا أن نجعل الناس متحمسين لأن مستقبل الطعام يختلف عن ما كان لدينا من قبل وأن هناك أشياء فريدة وأفضل من اللحوم التي نأكلها بالضرورة الآن وأعتقد أن كرات اللحم من الماموث هي بداية لهذا المستقبل الجديد نعتقد أيضا أنه في حال نجاح هذه الظاهرة في السوق أي إنتاج الغذاء في المختبرات التي تشبه المصانع أكثر من حظائر الماشية أو أماكن الزراعة فمن الواضح أنها ستؤدي إلى مزيد من البطالة معنا في الأستوديو الخبيرة في التغذية ندين رياشي وأيضا نسعد باستضافة منصور الدلقامونيا الخبير الدولي في سلامة الغذاء سيكون معنا من العصب الأردني عمان أبدأ مع ندين رياشي هنا في الأستوديو خبيرة التغذية أهلا بك صباح الخير صباح النور نتساءل في البداية عن القيمة الغذائية التي من الممكن أن تحتويها كرات اللحم هذه المستنبة مخبريا هل لها نفس القيمة الغذائية؟ بعض الأمور منا واضحة يعني ما في يقول أنه 100 جرام من البرجر المصنوع مخبريا فيه هالأمونت من الوحدات الحرارية أو هالكمية من البروتيم بعض الأمور منا كتير واضحة اللي عرفناه هلأ من خلال الدراسات الموجودة أنه عم بيجربوا يعملوا القيمة الغذائية الأقرب ممكن إلى اللحوم الموجودة ولما نقول لحوم عم نحكي عن لحوم حمراء عم نحكي عن دجاج عم نحكي حتى عن الأسماك وهلأ مثل ما ذكرتوا بالمقدمة أنه قريبا رح يصير فيه الإنتاج هلأ من شهر أو أقل شوي أصدرت منظمة الأغذية والأدوية العالمية موافقة لإنتاج الدجاج بأحدى المصانع بكاليفورنيا والبدء بتوزيع بالسوق وسينجابورة كانت أول بلد بال2020 كمان تسمح بالإنتاج والإصدار على الأسواق يعني صارت هيدا الفكرة حقيقة وهيدا الفكرة على بالمبدأ يعني نحكي فيها من الثلاثينات وينستن تشيرتشل يعني توهم أو إذا بدنا نقول جيل الوحي أو من وارك شو كان عم بيشوف بده يصير بالمستقبل أنه بالقريب رح يصير فيه إنتاج هيدا اللحوم الصناعي وهيها صارت حقيقة سنذهب إلى عمان اسمحي لنا أنتقل إلى ضيفي دكتور منصور الدلقاموني الخبير الدولي في سلامة الغذاء لتشرح لنا أكثر عن هذه التقنية ماذا تعني هذه اللحوم المصنعة مخبريا وهل هناك فرق ما بين الدجاج كما تحدثت ندين وما بين اللحوم الحمراء وربما الأسماك الله يسعد صباحك وستين مثل ما تفضلت هذه اللحوم هي ممكن اللي راح تكون هي الثورة في عالم اللحوم البديلة لللحم الحي طبعا بداية بدأ في العالم اللحوم النباتية كبدائل على اللحم المواشي الطبيعية ومن ثم ظهرت هناك اللحوم المستزرعة مخبريا اللحوم المستزرعة مخبريا هي مثل ما تفضلت في تقرير قوية من خلايا جدعية لحيوانات حية يتم استنباتها أو استزراحها داخل المختبرات وهي تظهر على شكل خيطي ومن ثم تتشكل على شكل لحوم ولكن هي فقط تشابه اللحوم المفرومة للآن التقنية هي تعطي لحوم ليست بالشكل الكامل ليست جميع التقطيعات زي ما تقال مثلا على سبيل المثال لا يوجد في استزراع في المختبر بلحوم تحتوي على العظام ولكن هي جزء من اللحوم في بعض الأشكال في بعض الأشكال ليس إلا طبعا هناك بدأت في البداية هي للحوم الحمراء ومن ثم انتقلت إلى اللحوم الأبيض المتمثل في الدواجن والأسماك أو حتى بالأذق هي الربيان هو أكثر شيء سيكون تركيز الربيان هنا فقط للتنويه يعني هو بداية كنجاحا لهذه العملية ستكون بداية ممكن هناك عوامل للنجاح وهي تضمن الكلفة التصنيعية لهذه اللحوم وكذلك المنتج الأصلي في السوق يعني هل المنتج المصنع أقل سعرا من المنتج الأصلي طبعا هذا بعد تقليل كلفة الإنتاج لأنه في بداية الإنتاج كانت التكليف عالية وما زالت التكليف عالية ولكن هناك خطط لتقليل هذه الكلف يعني على سبيل المثال لو كلفني لحم البقر 2 دولار للكيلو جرام وهو اللحم الحقيقي 10 دولار ستكون هناك نعم ممكن أن يكون التوجه إلى هذا اللحوم ولكن إذا كلفني 30 أو 40 دولار هذا الشيء لن يؤدي إلى ذهاب المستهلك وهي هذه أحد الغايات من استزراع اللحوم مخبريا وهي تقليل الكلف المادية طبعا هذه أحد الغايات ولذلك فالبداية أتوقع أنه سيكون هناك الإقباء الأكثر على اللحوم الحمراء بسبب وصول إلى تكلفة أقل مقارنة بباقي الأصلاف يبقى معنا سيد القموني أعود لنا دين هنا معنا في الستوديو قبل قليل قلت بأنه غير متأكد من موضوع أن تكون لهذه اللحوم فائدة غذائية تذكر لكن هل يمكن أن التساءل إن كانت لديها مضار تحذو بالحكومة الإيطالية لحظرها أنا اللي قلته أنه ما فيه بعد أرقام نقدر نحكي فيها بس قيمتها الغذائية موجودة يعني حتى الاختبارات اللي عملوها توجهت نحو أنه يكون فيه بروتينات تقريبا بنفس الكمية اللي موجودة باللحوم من الفوايد كمان أنه تقليل نسبة الدهون المشبعة اللي هي أخطر أنواع الدهون اللي موجودة باللحوم واستبدالها بنوع الدهون من لقيه بالمصادر النباتية باللوز يعني أنت تتحكم في الموضوع مضبوط هيدا لزة الموضوع يعني أنه هي كيف السآلة اللي بتنحط لواحد يعمل البناية بالأكل كمان بالطب التجديدة فيه سآلة للأكل سوأنا شو بحط له بيطلع بالآخر المنتج اللي بدي يعني ندين قد تدخل لكن هل قد تدخل يعني ضمن النظام الغذائي للأشخاص إذا بدنا نحكي بيزد على الأمور اللي عندنا إيها أكيد إذا قدرنا نتقبلها المشكلة الأساسية هي بالسعر لأنه هي كتير مكلفة وهل هي يمكن أن تكون ضارة أيضا ما فينا نعرف يعني كل هلأ الأمور اللي عم ينحكي فيها هي أشياء يعني المجهول دائما يخيف المجهول والأشياء الصناعية الدراسات اللي نعملت كتير جيدة يعني تدعيمة أو استبدال لحوم سري الدهون المشبعة بالأوميغا ثري اللي هو الذهن كتير جيد عدم وجود الانتيبيوتك يعني المضادات الحيوية اللي منشوفها باللحوم ما رح نشوفها موجودة هون حتى عم يدرسوا ليزيدوا بعض السكريات مش السكر أنواع من السكريات موجودة بالنباتات تيدعموها بالأليف وهيدا شيء ما ملقيه عادة باللحمة ومن أهم الأشياء أنه ما رح تكون ملوثة بالبكتيريا مثل السلمونيلا والإيكولاي اللي موجودة باللحوم من هون تسميتها اللحوم النظيفة أو الكلين يعني رح يكون نسبة الخطر بالتسمم الغزاء جراء هذه البكتيريا شبه معدومة فيه نعود لمنصورة دلقموني من عمان وكنت تستمع لما قالته نادين وهي مجموعة من انذقات التي يمكن أن نقول بأنها إيجابية وتصب في صالح هذا الابتكار إن صح التعبير لكن عندما نرى قرارا للحكومة الإيطالية بحضر هذا النوع من اللحوم ما الذي يمكن أن يكون وراء ذلك شكرا أول شيء في البداية فقط كما تفضلت ستنادين يعني هو الدراسات ما زالت في البدايتها من ناحية القيم الغذائية وغيرها ولكن أنا فقط رح أعطيكوا كلمة إن شاء الله رح تشوفوها قريبا هذا المنتج سيكون في السوق وهذا المنتج سيكون في السوق بغض النظر عن أضراره أو إيجابياته وسلبياته ورح أعطيكوا بعض المواضيع المستقبلية التي تحدث الآن في الوقت الحالي ولكن بالنسبة لي إيطاليا هي سبب المنع كان ليس مختلف نهائيا عما يتم مناقشته حاليا إيطاليا هي تعتبر من المطابخ العالمية التي تعتمد الذوق والكثير من الأمور المتخصصة في صناعة الغذاء لو في عالم الطبخ وكانت إيطاليا يعني المسألة الذوقية بحتها سيد منصور يعني الإيطاليون لا يتخيلون سباكيت تي بكرة اللحم هذه فقط نعم نحن نعرف أن الشعب الإيطالي أو المطبخ الإيطالي تمتع بذوق ونكهات متخصصة وهذا ممكن الذي وضع المطبخ الإيطالي على قائمة المطابخ العالمية وهذا هو أحد الأسباب ولكن على عكس ذلك أعطيك بس مثال عن الصين الصين هناك مشكلة تواجهها من حيث التغير المناخي وتلوث البيئة وهي كثير مطالبة بتخفيض التلوث البيئي ولذلك الآن تسعى الصين لسببين السبب الأول هو للتماشي مع الموضوعات البيئية والسبب الثاني هو لتوفير غذاء لشعبها ودون الاعتماد على الاستراد في الخارج فهي بدأت بالدراسة الجدية أن تكون في عام 2025 اللحوم المستخدمة إن كانت لحوم حمراء أو لحوم بيضاء في الصين أن تكون مستزرعة وهي بدأت بالدراسات والأبحاث وخاصة حتى مع بعض الدول الأخرى مثل البرازيل بما أن البرازيل معروف عنها في اهتمامها الكبير في البيئة واهتمامها في الأبحاث ولذلك أتوقع أن نتيجة أيضا أثبت الغذاء العالمي التي تتكون الآن ومستقبل الغذاء العالمي سنجد هذه الأصناف شئنا أم أبينا في البداية سنكون هناك بعض الاستغراب بعض الرفض ممكن أنه غير مقبولة ولكن سنجدها على موائدنا وستكون هي البديل القادم لهذه اللحوم يعني تتوقع أن نشهد أن تصل هذه اللحوم إلى المنطقة العربية حتى نعم ستوصلها حتى لكن بالتدريجيا ستبدأ بالبداية بالوصول إلى الدول وفقط للمعلومة ستكون عملية النشر هذه الأغذية حسب ثقافات تقبل المستهلكين وأتوقع أنها ستبدأ في شرق آسيا يعني الدول الأولى ستكون شرق آسيا مثل الصين وغيرها سنجافورة تايلند لأنه ثقافة هذه الدول في الاستهلاك ليست مهمة لديهم الكثير من الأمور وإنما هم بحاجة فقط إلى الغذاء بسبب هذه الثقافة لديهم ومن ثم ممكن أن تأتي إلى أوروبا بسبب الوعي البيئي لدى فئة الشباب ومن ثم تبدأ إلى باقي العالم شكرا جزيلا لك من عمان منصور الدلقاموني الخبيرة الدولي في سلامة الغذاء كما أشكر الخبيرة في التغذية نادين رياشي كنت معنا هنا في الاستوديو شكرا جزيلا